جيوش مناطقية وفصائل مسلحة داخل المناطق المحررة اتهامات رسمية صريحة لدولة الامارات من قبل مسؤولين حكوميين بدعم وتمويل ورعاية تلك الجيوش والميليشيات المسلحة شكلت الامارات طوال تاريخ وجودها في المناطق الجنوبية قوات الحزام الامني في عدن والنخبة الشبوانية بشبوة والنخبة الحضرمية بحضرموت بالاضافة الى تشكيلات امنية في سقطرة والحديدة واستخدمت ابو ظبي كل تلك التشكيلات المسلحة كغطاء لضعاف الشرعية والسيطرة على الموانئ كان تقرير الخبراء الاممي المعني باليمن في تقريره الاخير قد اتهم الامارات بانشاء تلك الفصائل المسلحة مضيفا اليها كتائب ابو العباس في تعز متهما الامارات بممارسة انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن وكالة الاناظول الاخبارية رصدت في تقرير لها عدد قوات الحزام الامني باكثر من عشرة الاف وما يزيد عن ستة الاف لقوات النخبة الحضرمية وافق الاناظول فان تلك القوات تتقاض رواتبها من ابو ظبي تسيطر الفصائل المسلحة التابعة للامارات على المواقع الحكومية السيادية والمطارات ومواقع النفط ووكلت لها عدة مهمات ضد الشرعية منها تنفيذ عملية الانقلاب الاخيرة بعدا في يناير الماضي ومنع الحكومة من السناف انتاغ النفط في الضبة واعتراض موكب وزير النقل ومنعه من وضع حجر اساس لميناء قناب شبوة اعادة العلاقة مع التحالف وخصوصا الامارات بالطبع الى المجرى الطبيعي تصريحة وزير النقل صالح الجبواني الذي طالب باعادة تعريف الشراكة مع الامارات فتحت امام الشرعية خيارات مفتوحة للتعاطي مع اسرار الامارات على حماية الميليشيات ويضعف الشرعية في الوقت الذي يستعد فيه ناشطون يمنيون لاطلاق هاشتاق ضد الامارات يطالب برحيلها من اليمن اشتركوا في القناة